أكيد هتختاروا من الألوان دي في دهانات بيتكم الفيديو ده هجيب لكم من الآخر أجمل 100 لون والأكتر استخداماً من جوتن بالأكواد لايك وسبسكرايب ويلا نبدأ طيب وانتو بتتفرجوا على الألوان خليني دارتش معاكم شوية وبقول لكم شوية نصايح في اختيار الألوان والدهانات دايماً لو القودة عندكم صغيرة اختاروا من الألوان الفتحة مش الألوان الغمع لو انتو بتميلوا للهدوء أكتر اختاروا من الألوان الميلة للأخضر أو الأزر لو بتحبوا يكون في جو شائق كده وحيوي اختاروا من درجات الأصفر أو الأورنج أو الأحمر الهدي هتلاقوا درجات كتير ليهم في الفيديو ويطلعوا حلوين جداً على الطبيعة درجات البجات دايماً اختيار ناجح بس عشان تطلعوا الدكور غير تقليدي أو العادي اللي بتشوفوه عند أي حد لازم تفهموا شوية تركات كده أنا شرحتها بالتفصيل اللي محتاج هيوقف الفيديو حالاً ويكتب لي في التعليقات محتاج تركات البجات وهرد عليه نصيحة مهمة جداً كمان بلاش تدخلوا بقلب جامد على الدهنات وتجيبوا كل الكمية لازم لازم تعملوا تجربة بقى أقل كمية ممكنة علشان تطمنوا بس إن اللون تمام عندكم وعلشان ما نلبسش في مبلغ كبير ونقعد نعاية عليه بعد كده صح ولا لأ كمان جربوا ألوان الدهنات في الإضاءة النهائية بتاعتكم طيب نعملها إزاي لو مش هنشتري أصلاً الإضاءات دلوقتي تشتروا كده كام لمبة أو كام سبط الأقرب للحيطة اللي هتعملوا عليها التجربة وتشوفوا اللون هيطلع إزاي ماينفعش تجربوا الدهان في إضاءة ضعيفة وماينفعش تجربوه في لون إضاءة غير لون الإضاءة اللي هتشتروها لأن بالشكل ده لما هتركبوا إضاءتكم النهائية هتتصدموا بدرجة جديدة تماماً وياها تعجبكم ياها تعيطه وغالباً هتعيطه وبالمناسبة وإنتوا بتختاروا الإضاءة واللون الإضاءة واللمباط ليها قواعد اللي محتاجي يعرفها ما يجازفش وقف الفيديو حالاً واكتبلي في التعليقات وانا هلحقك النصيحة اللي بعدها لو الحيطة عندكم مش مستوية تماماً أو فيها أي عيوب بلاش الدهانات اللي فيها علامة لأنها تباين العيوب جداً ما تنسوش تاخدوا سكريمشوتس لألوان الدهانات اللي عجبتكم والمربع اللي تحت كل صورة ده ده هو كود اللون اللي تقدروا تطلبوا اللون بيه من شركة الدهانات والفيديو ده هيعرفكم على أكتر ألوان الدهانات اللي بتحيركم واللي درجاتها قريبة قوي من بعض وبنستخدمهم كتير جداً وإحنا بنعمل الديكور للعميل ما نفستو بمعنى أصح ادخلوا شوفوها يفيدكن جداً وبكده وصلنا لنهاية الفيديو يارب يكون عجبكم وقفتكم عرفوني بلايك أو تعليق دلوقتي ولو حبين تتعلموا أكتر عن الديكور ما تترددوش تضغطوا على سبسكرايب أو اشتراك احنا قربنا هنا على القناة على 900 فيديو كنت معاكم أنا مهندسة أيا نصر واشوفكو تاني